كل الدول اللي بتحكيلها تقلسوا النفقات زيد الموارد بيصير فيه فلوس طبعاً بعمروا ما صار فيه فلوس بشو رأيك إذا زادت النفقات وتقلصت الموارد معها هيك صار فيه فلوس وعن هذا الشي ضد قوانين الاقتصاد ضد قوانين الشركات كمان بس صارت الله وكيلك صارت كيف وإي مات تعالا نحكي الحكاية يقول المؤرخ لما تولى عمر بن عبد العزيز الحكم وجد أن ولاة الأمصار كانوا يتقربون إلى الخلفاء بكثرة الخراج أي كثرة الضرائب وكانت الفلوس ابتجي من العراق من مصر لليمن وغيرها إلى دمشق للعاصمة ثم تقص من جديد حسب حاجة تلك الولايات إلى المال وكان الولاة يبتكرون أنواعاً ما أنزل الله بها من سلطان في الضرائب شي تفنن وذلك لملء خزينة الدولة فهناك من بنى جسر فوق نهر حط عليه حارس من يريد أن يمر فوق هذا النهر فليدفع هات عطيني ومنهم من بنى بيتاً عند الحدود يأخذ الضريبة من الناس أو المكس ما يسمى بالمكس عبارة عن بوابة حدودية فيها كلبة وكوة الدفع وموظف من يريد أن يمر من مصر إلى الشام من الشام إلى العراق من الحجاز إلى الشام وهكذا فليدفع هات لهون وفيه إيصال كمان أما الحجاج فيقول المؤرخ أنه كان يأخذ الجزية من غير المسلمين ولما يسلم الإنسان يبقى يأخذ منه الجزية طب أنا أسلمت ليش عن تأخذ مني الجزية؟ كان يرد عليه وأنا شو بعرفني؟ أن حضرة جنابك أسلمت يتهرب من الجزية؟ ولا أسلمت لنفسك؟ إسلامك لنفسك أما الجزية للدولة أعطي مالي قيصر لقيصر ومالي الله لله هات ادفع وكان وضع الدولة مثل هلأ أصدي مثل الإنشار الطالع بياكل والنازل بياكل فلما استلم عمر بن عبد العزيز أراد إيقاف ذلك كله كله بلا استثناء أول شيء يعمله يغير الطعم كله عزل الولاة وولى ولاة غيرهم وتاني شيء أوقف كل هاي الضرائب وألغاها يقول المؤرخ ابن الجوزي في كتاب سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لما ولي عمر وضع المكس عن كل الأرض ووضع الجزية عن كل مسلم وكتب إلى عدي بن أرطاق أن ضع الجزية والمكس عن الناس ولا عمري ما هو بالمكس ولكنه البخس وكتب إلى عامله في فلسطين يلي كان عنده البواب الحدودية ما بين مصر والشام أن يركب إلى بيت المكس فاهدمه ثم حمله إلى البحر فانصفه في اليم نسفة يعني ثني فناء ويقول ابن كثير في البداية والنهاية كتب عمر إلى حيان عامله على مصر لإيقاف الجزية عن من أسلم لهذا مسلم ليش هم تأخذ منه الجزية؟ رد عليه حيان أما بعد يا أمير المؤمنين فإنه إن دام هذا الأمر توقفنا عن أخذ الجزية من أهل الذمة أسلمت الذمة فأرسل إليه رسولا وقال له بتضربه 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 حتى يعرف أن الله حق فقال له كما يقول المؤرخ اضرب حيان على رأسه ثلاثين صوتا أدبا على قوله وقل له ضع الجزية عن من أسلم قبح الله رأيك فوددت لو أسلموا كلهم حتى نكون أنا وأنت حراثين نعمل من كسب أيدينا إن الله بعث محمدا داعيا ولم يبعثه جابيا وكتب أيضا إلى والي اليمن أن ضع الجزية عن من أسلم فكتب إليه والي اليمن أخاف أن تتوقف الجزية فيقل الخراج فقال له عمر سبحان الله ثم سبحان الله ثم سبحان الله شو العقلية السقيمة إن لم ترفع لي من اليمن إلا حفنة من كتم إلا كمشة شعير فقد علم الله أني مسرور بها ففعليا أوقف عمر المكس أي كل ضرائب الجمارة وأوقف الضرائب التي على الجسور والطرقات وأوعز إلى الولاد أن يتوقفوا عن أخذ الجزية عن من أسلم وأيضا من أسلم فعليه جزية متراكمة سنتين ثلاثة فلا جزية عليه فقال لأحد الولاد من أسلم وجزيته في الميزان يعني إجي حط الجزية في الميزان عم يزنوها والآن قرر يسلم ضع عنه الجزية بيرجع الجزية معه في جيبته بهذه القرارات شو صار؟ توقفت الموارد الضخمة التي كانت تفيد إلى العاصمة ولن يبقى من موارد إلا ما فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس ما هو؟ الزكاة 2.5% على التجار مقابل ذلك أمر عمر بن عبد العزيز أن تفرغ خزائن وبيت المال في الفقراء فبدأ الإنفاق على الفقراء والمساكين أصحاب الحاجات حتى أن عمر أفرغ بيت المال عن آخره وكنسه وصلى فيه يعني فضاه ما صفي ببيت المال ولا حبة فهل افتقرت الدولة؟ هل أعلنت إفلاسها؟ هل أمروا بالتقشف وشد الأحزين وحالة الطوارئ؟ لاحظ معي الإرادات توقفت النفقات زادت بقي مورد واحد ما هو؟ هو الزكاة فما الذي حصل بعد ما فضي بيت المال؟ الذي حصل أنه فاض بيت المال وامتلأت خزائن بيت المالين الجديد في الذهب والفضة والأموال والثروات والبضائع وبدأ عمر ينفقه وينفقه حتى فرغ بيت المال كله ثم كنسه وصلى فيه ركعتين وأيضاً أمر عمر أن يتوقف الولاة عن إرسال الخراج إلى دمشق من باقي الولايات فأصبحت زكاة كل ولاية تنفقه في مصالحها وشؤونها وفقرائها وأيضاً أمر أن يتوقف أخذ الجزية من غير المسلمين فكانت ترد الجزية في فقراء النصارى ما عدنا بحاجتها ردوها في فقرائكم وفاض بيت المال من جديد فبدأ البحث عن الفقراء فلم يبقى فقير ثم تم الإنفاق على طلاب العلم حتى لم يبقى طالب علماً يكتب في النفقة ثم على من عليه دين حتى لم يبقى غارم ثم على طالبي الزواج حتى لم يبقى أعزب ثم على كل طفل وكل إمرأة وكل صاحب حاجة وكل ابن سبيل وكفل عمر جميع اليتامة ووظف لكل مريض خادم ولكل أعمى قائد براتب كله من مال الدولة وفد الأسرى بالمال وفرض عمر العطاء الراتب الشهري لكل مولود وكل فطين وحدد عمر معيار من تجب لهم الزكاة أي الحد الأدنى من مستوى المعيشة يا حسرتي علينا منهم من عنده بيت واحد وفيه أثاث وعنده حصان ولديه خادم وعليه دين فقد استحق الزكاة يا حسرتي علينا يعني البيت والخادم والمركوب والأثاث أساسيات وليست كماليات وضاعف عمر رواتب العاملين في الدولة حتى لا يصبح هناك لا فساد ولا يعملوا بعمل آخر غير خدمة الناس يعني صارت رواتب العاملين في الدولة عالية جدا صارت يعني رواتب للقطاع العام أعلى من القطاع الخاص قطاع الخاص قطاع الخاص ولم يبقى أحد لم تنفق عليه الدولة لا كبير لا صغير لا أم التصرير إلا من إلا التجاري لهن المصدر المال وصار عمال الدولة يسيرون في الطرقات ينادون هل من فقير فنعطيه هل من غارم فنقضي عنه دينة هل من طالب الزواج فنزوجه هل من صاحب حاجة فنقضيها له ومع هذا الإنفاق شو صار بخزائن بيت المال امتلأت خزائن بيت المال من جديد ويقول المؤرخ ثم يأتي الرجل ومعه الصدقة أو الزكاة فما يبرح حتى يرجع بماله كله فقد أغنى عمر الناس والله الذي أغنى الناس الله وليس عمر بهذا القانون قانون الزكاة حتى أن المؤرخ يقول على لسان أحد العاملين في جمع الزكاة كنا نأخذ الزكاة ممن كنا نتصدق عليهم في العام الماضي كلما زاد الدفع زادت الأموال حتى نادى عمر انثر القمحة على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاء عطير في بلاد المسلمين كل هذا حصل خلال ولاية عمر التي لم تستمر أكثر من سنتين وأشهر في دولة حدودها من الصين شرقا إلى الأندلس غربا ومن روسيا شمالا إلى اليمن جنوبا هكذا كان يعيش الناس في دولة الإسلام وفق قانون الله تعالى في المال المال الذي يكثر بالبركة ويكثر بإنفاقه وليس بتخزينه وعلى غير ذلك يعيش اليوم أولياء الشيطان الذين يأخذون ما لا يحل لهم من ضرائب من جيوب الناس ويتذرعون بالاقتصاد وشح الموارد وما في نفقات وإلى ما هنالك الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليهم هذا ما قاله المؤرخون في كتبهم وهذا ما نقلته لكم عما يقوله المؤرخ أنا إبراهيم كوكي وكان حديثنا اليوم عن الإنفاق والقطاع العام والقطاع الخاص قطاع الخاص قطاع الخاص ما تنسوا شير ولايك تابعونا على صفحتنا بنص التاريخنا والسلام عليكم قطاع الخاص قطاع الخاص